بغيت ياختي تهني من شعر زائد في الجسم اليوم اجبت لك وصفة سحرية واللي هي وصفة بديلة للليزر كتقضي على الشعر الزائد في الجسم اي مكان عندك في الجسم ديالك سوى تحت الابات او لا سيقانك او لدرعاوات ديالك او لا يعني اي مكان في الجسم ديالك غدي تهني من الشعر الزائد مسحة واحدة الشعر يعني كتخلصي منه للابد هاد الوصفة هدي اللي جربتها غدي تشكرني عليها هاد الوصفة هدي يعني وصفة مجربة وكتعطي واحد نتائج يعني رائعة عند الشعر ديالها يعني كثيف بزاف او لا حرش يعني خشين بزاف تجرب هاد الوصفة هدي وصفة من اروع يعني ما جربت في الوصفات وغدي تجربوها وغتشوفوا النتيجة ديالها صراحة النتيجة يعني صادمة غدي ندوزوا تشوفوا معي المكونات طريقة تحضير وتبعوا معي لها فيديو احتل تالي باش تعرفوا على الطريقة الصحيحة كيفاش غدي تستعموا هاد الوصفة هدي وغدي نبدو على بركتي الله وقبل ما نبدو الوصفة ديالنا كنتمنى انكم تشجعوني باللايك ديالكم وكام نتخلي بلي البصمة ديالكم ديال لايك تكون حاضرة في لها فيديو كذلك ما تنسوش تجعوني بتعليقات ديالكم لكن توجداد ما تنسوش تنضموا القناة وتنضموا العائلة ديالنا فعلوا زر جرس هكا بيصلكم شاء الله الجديد وغدي نبدو الوصفة ديالنا على بركتي الله كيف ما كتشوفوا معي عندنا اول مكوين لي هو التومة التومة كان اخدو غير واحد جوج ديال فصوص كبار او لاربعة صغار كنقشروهم ومن بعد غادي نحكوهم في حكاكالي كتكون رقيقة يعني كنبشروهم في واحد مبشارة رقيقة باش انتحصلوا على واحد بحل بوماد يعني خالي بحل بوماد ديال التومة كيف ما غادي تشوفوا معي هنا في الفيديو فاهم حاجة هو الطريقة تكون صحيحة باش تنجح معاكم الوصفة من بعد ما غادي نقشر التومة غادي نحكها يعني مزيان ومن بعد غادي تشوفوا معايا يعني الوصفة وباقي المكونات يعني حول ما امكان انكم تطبطوا هاد المكونات هادو وهاد الوصفة باش ان شاء الله تجربوها وتعطيكم نتيجة غادي نحك هاد الفصوص ديالتومة جوج وغادي رجع معاكم وبالنسبة اللي بغادي شي وصفة البنات تهبط للتعليقات وتخليها لي ان شاء الله نشاركها معاكم فكل الوصفات اللي كلقاها في التعليقات را كان بارتاجيها معاكم هنا من بعد ما حكيز اذوك الفصوص ديالتومة غادي ندروم هنا في شي زلافة او لف شي ايناء كيف ما كتشوفوا معي بات الشكل من بعد غادي ناخدو الخل ديالتفاح وغادي نضيفو تقريبا واحد جوج معا القبار ديال الخل ديالتفاح بهذا الشكل وكننا نحاولو اننا نمعكو ديالتومة مزيان مع داك الخل كيف ما كتشوفوا معي يعني نخلطو مزيان ندمجو داك الخل مع التومة من بعد ما كندمجوهم مزيان عادي ناخدو المكوين التالت اللي هو الحليب بودرة كنضيفو منو واحد لمعيلقة صغيرة لهاد الواصفة هادي اولى لهاد المكونات هاد الحليب بودرة يعني كيعطينا الترطيب وكيغدي لنا البشرة ديالنا يعني كيغدي لنا لابو ديالنا كنخلطو هاد المكونات مزيان كاملين حتى ينتاج مولينا ومن بعد ما كندمجو هاد المكونات هادو مزيان احنا كنخلطو ودك التومة يعني كتتخلط لنا مزيان مع هادوك المكونات الاخرين كيما كتشوفو معايا يعني هاد المكونات كلهم صراحة ساهلين وبساطين من بعد غاد ناخدو زيت اللوز او لا اي زيت عندكم مرطب ممكن تستعملو مهم غا نستعمل هنا يا قطرات من زيت اللوز لحلو وغنخلط مزيان المكونات كيما كتشوفو معايا بات شكل هادا من بعد ما غنخلطو هاد المكونات مزيان غادي نحتاجو الواحد لياغورت طبيعي او لدانو المسوس او لا اي حاجة يعني عندكم ممكن تبطيروها يعني اي نوع ديال ياغورت ممكن تستعملو هذا ممكن تستعملو هذا يعني بيرلي مهم انا غنستعمل هذا بيرلي غنستعملو غنستعمل منو واحد لميلعقة كبيرة بهذا الشكل هادا ونخلط المكونات حتى انت حصل على خليط يعني متجانس كيما كتشوفو معايا بات شكل هادا من بعد ما غنخلطو هاد المكونات هادو مزيان غنخليهم تقريبا واحد واحد هاكا مص ساعة نخليهم واحد مص ساعة ومن بعد عاد غادي رجع معاكم وتشوفو معايا تتيما يعني ديال ديال تحضير ديال هاد الوصفة هادي وقبل ما تخليهم ان يرتاحوا هاد المكونات ضروري ما تحركوا مزيان كيما كتشوفو معايا وده بخليتها نص ساعة ورجعت معاكم هادا هو الشكل ديال الوصفة من بعد ما خليتها واحد نص ساعة مباشرا بعد ما تتخليوها ديكون نص ساعة غادي نصفو هاد المكونات غنصفوهم مزيان يعني عمدوزوهم في جيس فايا بهاد الشكل كيما عدت شوفو معايا ما غنتحصلوا على واحد الخالط يعني بحل الكريم مهم هنا كل واحدة ديال الكيميال اللي بغات يعني لحسب يعني البلاصة اللي غا تديري لها هاد الوصفة لك نصيقان ديالك فا هاد الوصفة هادي ما غداش تقدك يعني خسك تديري اكتر سوفي غا نصفي هاد الكمية هادي مزيان كيما كتشوفو معايا ديك التومة را هاك تبقى ليني يعني في صفايا وكن ناخدو احنا غير ذاك الخالط يعني بحل الكريم كان نحيدو هاد التومة خلاص هي طلقات ليني يعني في ديك الوصفة صافين بعد ما اه صفيت هاد المكونات هادو مزيان كيما كتشوفو معايا هادي راكمية قليلة يعني كيف ما قلت لكم لا كنتو بغا نديرو سيقان كوم او لا هاد الكمية تدير لكم غير تحت الابطين بحل السيقان ولا هادا خسكم كمية يعني اكتر وهدي يتومة يعني اللي حييت كيما كتشوفو معايا من بعد اه غندو زوء لكيفية استعمال هاد الوصفة او الطريقة دي الاستعمال ديالها اول حاجة هي ان هاد الوصفة هاد يعني قبل ما تطبقوها شنو خستكم اه تديرو يعني كخطوة اولى اول حاجة هو انكم غتفادوا ديك الشفارات الحلاقة متستعملوش ديك الماكينة ديال الحسانة البنات غدي تنزعو الشعر من الجدور يعني الشعر غتنزعوه من الجدور عادي باش غدي تستعملو هاد الوصفة من بعد ما غدي تحيدو دك الشعر غدي من بعد تقوموا بتطبيق هاد الوصفة مباشرة للمكان ديال النزع الشعر المكان اللي نزعتو منه الشعر غدي تقوموا بوضع هاد الخليط فوق المكان اللي نزعتو منه الشعر وتديرو واحد الحركات دائلية وتخليو ديك الوصفة على داك المكان المدة ديال 15 دقيقة كيف ما كتشوفو معايا يعني غدي تديرو واحدة دليك وتخليوه 15 دقيقة ومن بعد تتغسلو هاد الوصفة كتأخر من ظهور الشعر او لمن نمو الشعر الى كان الشعر كينبتليكم على يومين 3 ايام او لعلى نهار او لعلى 4 ايام هنبتليكم على واحد اسبوع او لأكتر وكينبت خفيف ومع المداومة والاستمرار هاد الوصفة هادي يعني ما كتخليش الشعر ينوضلك مجهد حتى كيولي خفيف بزاف ما كيبقاش مشوك وما كيبقاش حرش هاد الوصفة زوينة بزاف وغير جربوها وغتشوفو واحد نتائج يعني رائعة غير يعني زعموه ديروها لانها وصفة سهلة وتتعطيوا يعني واحد نتيجة يعني اعتبال لكم ومن بعد ما غادي تستعملوا هاد الوصفة هادي غادي تغسلوها بعد ما غدوز ديك 15 دقيقة غادي تغسلوها وتدهنو بزيت اللوز او لأي زيت عندكم مرطب غادي تدهنو بيديك ذاك المكان وغادي تعودو تستعملوا هاد الوصفة المرة التانية والتالي ساحتين بيتليكم خفيف الشعر وهدي الوصفة انتمنى ان شاء الله تجربوها وهد شي لكي انت اللو ليفراسكم وف اماني الله